اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودي قيمة رقمية صغيرة جدا يعني عشان تتخيل بس كده عندنا اولاد لو انا بتكلم على 1.66 power negative 24 من الجرام حركة متخيل ده رقم صغير جدا فاتفقنا عشان للتبسيط لان العلم الهدف ان هو يبسط المعلومة قدر الامكان للناس المتخصصة وغير المتخصصة او تحديدا للغير المتخصصين فبقى عندنا اولاد اكسبريشن مفضل او يفضل استخدامه للتبسيط لو عندنا المولر ماس هنا هتبقى اكسبريز بالجرام مش بالاتوميك ماس يونت كما مرة يعني مفترض المول من الهايدروجين هي وان اتوميك ماس يونت تخيلها عشان اطلع قيمة وان اتوميك ماس يونت دي دي محتاجة عملية صعبة جدا محتاجة عندنا طول شديد الدقة مش ال sensitive digital balance اللي حراك خدته في الشابطر القلاني هتقدر تتعامل بيه فقررنا نعوض عن الاتوميك ماس يونت عندنا بالجرام طب تمام هل دي فيها مشكلة مستر اقول لك لا لو فيه عندنا مثلا نسبة خطأ وهنوحدها على الجميع فما فيش عندك ازمة فتم الاتفاق ان انا هستبدل الاتوميك ماس يونت بالجرام حاجة كمان اساسي لازم تكون بتعرف تكتب formula للكيميكا الكمبوند اساسي الفيزيكال استيت مش مؤسرة الا في حالتين فقط اللي هم الفصرس والسالفر لو انا حابب احسب المولر ماس للسالفر او الفصفرس فالفيزيكال استيت مهمة بالنسبة لنا يبقى اخد بالك لو سمحت هنتفق لانا اشتغل عندنا بدل الاتوميك ماس يونت هتبقى جرام الى جانب لازم تكون بعرف اكتب كميكا الكمبوند ولا اهتم بالفيزيكال استيت الا في حالتين لحالة الفصفرس وحالة السالفر على بركة الله كده تعالى نشوف نمط الاسئلة بتاعنا اول سؤال بيقولك طبعا انا هتدي لك هنا الاتوميكويد بتاعة الكمبوند المختلفة يعني انا مثلا مندي لك هنا الاتوميكويد بتاعة النايتروجين 14 بتاعة السوديم تمام انا عندي يا ولاد النايتروجين 14 القيمة بتاعة ال 14 دي اللي بيأكد وبيسألني مرة واثنين وثلاثة ده قيم جيفن ما تلاقش منها ان شاء الله يبقى انا اكيد هتديها لحضرتك سوديم 23 ايه السؤال بقى يا ولاد السؤال بيقول لي ايه كالكوليت الماس بتاعة ال 1 مول من النايتروجين اتم يعني ايه حضرتك النايتروجين مفترض الاتوميكويد بتاعته عندنا 14 اتوميك ماس يونت طب احنا اتفقنا الاتوميك ماس يونت دي دي يونت صغيرة جدا انا بتكلم هنا على نايتروجين اتم يعني واحدة ان بس مش نايتروجين مولوكيل نايتروجين مولوكيل خد بالك مش ان نايتروجين مولوكيل انتون عشان احسب عندنا الاتوميك ماس وفقا للسؤال لو حراك بسيت معاه كده تاني عندنا ولاد من الـ Nitrogen Atom يعني عايز حسب الـ Atomic Mass من N بس تب زي كانت الـ Atomic Mass للـ Nitrogen هي 14 Atomic Mass unit اللي احنا اتفقنا هنستبدل جملة Atomic Mass unit دي بالجرام يبال gefallen لونا عايز حسب المولرميس من الـ Nitrogen Atom هتطلع 14 جرام تبخد بالك لونا بقول لك حسب لي المولرميس من الـ Nitrogen Molecular مش من الـ Nitrogen Atom هل في الحالات يا ولاد هتطلع 14 تقول لي لا طبعا يا مستر النايتوجين مولوكيل اللي هو N2 هتبقى 14 تمام مظبوط 14 multiply 2 يعني هتطلع الحركة ب28 جرام يبقى أخد بالك السؤال بيسألك على إيه عشان تقدر عندنا أولاد تختار الإجابة المناسبة طيب السؤال اللي بعد كده عايز يحسب الماس بتاع 2 مولز من النايتوجين أتومز يعني هنا الراجل بقول لي كان عندي 2 مول من النايتوجين أتوم يعني 2N للمرة الأخيرة غير 2 مولز من النايتوجين مولوكيلز لو 2 مولز من النايتوجين مولوكيلز خلاص بقى أنتم مفروض أسادزة في الحتة دي عارف حركة النايتوجين أتوم يعني N نيتوجين مولوكيل يعني N2 يبقى أنا بجاوب على نمط السؤال ده أولاد 2 مولز من النايتوجين من النايتوجين أتومز طبعا 2 في 14 هتطلع لك 28 طيب لو أنا كنت عايز 2 مولز من النيتوجين مولوكيل هل هتبقى 2 في 14 برضو تقول ليه لا يا مستر الفورتين دي بتاعت ال-N بس لأن أنا بتكلم هنا على نيتوجين أتم لكن أنا بتكلم على نيتوجين مولوكيل هتبقى N2 هتبقى مفروض الإجابة بتاعتي لو أنا بسألك على نيتوجين مولوكيل هتبقى 2 نفتح براكت 14 مولتيبلاي 2 يبقى أخد بالك الإكسبريشن مهم في ناس كتير جدا بتسأل هل يا مستر أنا هتواجهني صعوبات في نمط الأسئلة دي هتواجهك صعوبات لو أنت قررت تشتغل بالنظام القديم يعني إيه يعني لو حراك قررت اللي أنت تحفظ المعلومة وتخش في الامدحان تلاقي هي نفس المعلومة اللي حراك حفظها تحطها هتبقى عندك أزمة نمط الأسئلة تاني بكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة التدريب 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 قدر الإمكان كل ما تتضرب أكتر كل ما تتعرض لنوعيات أسئلة أكتر كل ما يكون عندك القدر اللي أنت تتعامل مع المعلومة أحسن هنا الفكرة عندنا ولد في التغيير التغيير النظام التعليمي بتاع حضرتك اللي أنت مهم تقدر تستخدم المعلومة قصة اللي أنت تاخد المعلومة من الكتاب أو المصدر اللي أنت بتذكر منه تنقلها دي قصة X بقت من الماضي خلاص فلو سمحت عشان تقدر إن شاء الله تحصل كويس هي العملية مش محتاجة عبقرية منك قوي ولا عبقرية من هدي لك المعلومة ولا المتلقي ولا أي حاجة هي فس كل الحكاية محتاجة لإنت تكون على قناعة لإنت تدرب أو تتدرب وتدرب ذهنك قدر الإمكان تاني لو قررت حضرتك تحفظ المعلومة وتنقلها هتبقى عندك أزمة كبيرة جدا قدر الإمكان هنحاول إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نوفر مع بعض في الحلقات كلها تدريبات متنوعة فلو سمحت حاول قدر الإمكان تتابعنا كويس وتسجل التدريبات دي ولو في عندك أي مشكلة تكتبها لنا إن شاء الله بإذن الله إحنا بالراعي كل حاجة أو كل مشكلة بتقابلك بتحاول قدر الإمكان نوفر لها حلول طب نكمل كده نمط الأسئلة بتاعنا يا أولاد بيسألك أنا عايز أحسب الماز بتاعت هاف مول من الصوديم أتم هاف مول من الصوديم أتم طب أنا عندي الصوديم أصلا تونتي ثري ده المول من الأتم صوديم هي تونتي ثري هو عايز يحسب الهااف مول طب هنرجع تاني حركة كنت بتكتب عندنا قانون مباشر جدا إن النمبر أف مولز هي الماس على المولر ماس طب لو أنا عايز أحسب عندنا أولاد الماس هتبع عبارة عن النمبر أف مولز في المولر ماس النمبر أف مولز عندنا هنا هاف والمولر ماس بتاعت الصوديم أتم اللي هي تونتي ثري وتطلع القيمة في النهاية بالجرام طب يا مستر كمان مرة هل هي جرام ولا أتوميك ماس يونيت قل لك احنا اتفقنا كلمة أتوميك ماس يونيت دي هي الأصل ولكن التعامل بتاعها أو التعامل بيها هيبقى مربك بالنسبة لك فقررنا نستبدل الأتوميك ماس يونيت بالجرام طيب في بداية الحلقة عندنا أولاد قلت لك أنا مفروض أعرف الضرب على حساب المولر ماس بتاعت الأتم أو بتاعت المولوكل أو بتاعت الكيميكا الكمبوند طب لو أنا بتكلم على كيميكا الكمبوند كيميكا الكمبوند يعني فيه كومبوننت والكومبوننت دي لازم أكون عارفها وعارف أعبر بالكيميكا الفورملا عن الكمبوننت المختلفة بمعنى إيه؟ تقول لها راكا مستر بمعنى مثلا لو أنا حابب أحسب المولر ماس من كيميكا الكمبوند اسمه سالفيوريك أسد طبعا هنا أنا كاتب لك الفورملا بتاعت السالفيوريك أسد لكن هل بالضرورة في الامتحان أكتب لك الفورملا؟ تقول لأ أعتقد إحنا اتناقشنا إزاي نقدر نكتب فورملا؟ ارجع كده للحلقة الأولانية يا أولاد عشان أكتب فورملا أنا محتاج أعرف السيمبولز بتاعة الإلمانس والراديكالز محتاج أعرف الأوكسيديشن ستيت بتاعة كل سيمبول وكل راديكال سالفيوريك أسد وإن كان إن شاء الله كلنا أكيد عارفينه ولكن احنا بنتكلم على القواعد العامة القواعد العامة طريقة كتابة الفورملا تعتمد على علمك أو معرفتك بالسيمبولز إلى جانب الأوكسيديشن نامر طب في كل الأحوال أنا عندي سالفيوريك أسد اللي هو H2O4 اللي هو الكمبوننت بتاعته هايدوجين وسالفر وأوكسوجين مدي لك الأتوميك ويت أو الأتوميك ماس بتاعت الهايدوجين 1 والأوكسوجين 60 والسالفر 32 لازم يا مستر تديني القيم دي؟ لازم طب طريقة شغلك بقى عندنا أولاد عشان أحسب عندنا المولر ماس هو سالفيوريك أسد إيه الكمبوننت بتاعته؟ تقول لحركة مستر سالفيوريك أسد هو عبارة عن 2 مول أتم من الهايدوجين مع مول أتم من السالفر مع 4 مول أتم من الأوكسوجين لحساب المولر ماس من السالفيوريك أسد هحسبه كلقات هحسب طبعا الماس بتاعت 2 مول أتم من الهايدوجين بلس الماس بتاعت مول أتم من السالفر بلس الماس بتاعت 4 مول أتم من الأوكسوجين طب نبتدي بقى نعوض 2 اللي هي عدد المول أتمز من الهايدوجين ملتبلاي 1 اللي هي الأتوميك ويد بدعة الهايدوجين 1 اللي هي عدد المول أتومز من السلفر ملتبلاي 32 اللي هي المولر ماس بدعة السلفر 4 اللي هي عدد المول أتومز من الأكسوجين ملتبلاي 60 تطلع النتيجة 98 يا مستر حراك كاتب أتوميك ماس يونيت ولكن احنا اتفقنا ان الاصل هو أتوميك ماس يونيت لكن احنا بنعوض عندنا زي ما انت شايف كده او هننهي كلامنا كده عندنا ولاد لحنا كدبين عندنا بالجرام للسهولة اذا المولر ماس او الماس بتاعة المول من السلفيريك أسد هي 98 جرام طب يعني سيادتك حسبتلي المولر ماس من السلفيريك أسد لو لو اندي عايز تحسب المولر ماس من 3 مولز او سوري عايز تحسب الماس بتاعة 3 مولز من السلفيريك أسد طب بسيطة جدا هناخد عندنا المولر ماس اللي هي 98 اللي انا حسبتها في النمبر ومولز اللي هي 3 وتطلع لك القيمة الرقمية زي ما تطلع طيب معلش ألاد هو ده مهم تعال معايا كده لو سمحت حراكة احنا في الجزء الأولين التعشاب تروان و احنا بنتكلم على بروسيس مهمة جدا اسمها تايتريش كنا بنحضر اتنين سليوش كنا بنحضر سالفيوريك أسد وصوديام هادروكسايد سالفيوريك أسد انا عنده او عايز احضره بكونسنتريشن معينة و كذلك الصوديام هادروكسايد طيب انا عشان احضر بفكسد كونسنتريشن او عشان احضر اي كيميكال سابسنس انا محتاج اعرف هاخد منها كم مول و محتاج كمان عندنا اولاد اعرف الفوليوم المستخدم او هضيف عليها قد ايه من الوطر اذا لو انت مثلا عايز تحضر مولر سليوشن من سالفيوريك أسد هو يعني مولر سليوشن من سالفيوريك أسد طيب لي مستر مولر سليوشن من سالفيوريك أسد يعني هاخد وان مول من السالفيوريك أسد في وان ليتر من السولفنت بتاعنا اللي هو الوطر طب تمام هي يعني ايه مول من السالفيوريك أسد هل هجيب اي شوية سالفيوريك أسد يبقى هو ده عندي المول تقول لأ يا مستر احنا تعلمنا نحسب المول من السالفيوريك أسد طلع 98 جرام يبقى لو سيادتك محتاج تحضر مولر سليوشن من سالفيوريك أسد هتاخد 98 جرام من سالفيوريك أسد في 1 لتر طب جميل لو حراك عايز تحضر 2 مولر سليوشن من السالفيوريك أسد يبقى تاخد 2 مول من السالفيوريك أسد في 1 لتر 2 مول يعني ايه؟ يعني 98 ملتبلاي 2 يبقى تاخد جرامات محددة من السالفيوريك أسد في 1 لتر من الوطر مثلا طب لو انا عايز هاف مولر هاف مولر يبقى هاخد هاف مول من السالفيوريك أسد اللي هو 98 ملتبلاي هاف تطلع القيمة الرقمية كماس محددة طب اجيب الماس المحددة دي اجيبها ازاي او اوزنها ازاي في المعمل افتكر كده معي ولاد بنوزنها بالسنسيتف ديجوتال بلانس ايه انا عندي يا ولاد المعلومات مكملة لبعض يعني شابتر 1 مش بمعزل عن شابتر 2 حضرتك خد في الشابتر الاولاني التولز والميجرمنت ودلوقتي حراك بتتعامل لو انت عايز تحضر سليوشن فانت عايز ماس محددة من الكيميكال سابستنس فوليوم معين من السولفنت المناسب اللي هو عندنا الوطر انا هنا تعلمت احسب المولر ماس والمضاعفات بتاعته وفي شابتر 1 تعلمت ازاي اخد قيمة ماس محددة باستخدام السنسيتف ديجوتال بلانس واستخدمت برضو فوليوم محدد باستخدام التول المناسب سواء بقى عندنا الكونيكال فلاسك او عند حارتك الجردويتد سيلندر او ايا كانت التول المناسبة اذا العمليات مكملة لبعضها طيب نبص كده على سؤال تاني يا ولاد بيقولك كالكوليت المولر ماس بتاعت الكاربون دايكسايد مولوكيل طب يا مستر كاربون دايكسايد اللي هو سي او تو طب حاول كده تحلها معايا وانا شغال يا ولاد طبعا مد الحراكة عندنا الاتوميك ويد بتاعت الكاربون 12 مفروض 12 كام يا ولاد قل لي مفروض يا مستر 12 ااتوميك ماس يونت والاكسوجين 12 سيكستين طب بالمناسبة هي ال 12 دي تعني ايه تنسر الله رقميا تعني التوتال ماس بتاعت البروتونز والنيوترونز والالكترونز بتاعت الكاربون ودي برضو رقميا تعني التوتال ماس بتاعت البروتونز والنيوترونز والالكترونز بتاعت الاكسوجين طيب الكمبون انت بتاعة الكربون دايكسايد اتعلمنا ان هي وان مول من الكربون اتم مع اتنين مول من الاكسوجين اتم طب نبتدي نشتغل كده ولاد هشتغل ازاي تقول الحركة مستر هجيب الماس بتاعة الكربون او الماس بتاعة التو مول من الاكسوجين اتم لس الماس بتاعة الوان مول من الكربون اتم معلش يا مستر وانا شغال لازم اعمل التفاصيل دي اقولك لأ انت وانت شغال غالبا السؤال هجيلك اختيارات ولو جات لك مسألة أنا مش محتاج كل التفاصيل لكن وأنا بشرح لحظتك بوريك التفاصيل يعني عندي كاربون دايوكسايد مكوناته مول من الكاربون آتم و 2 مول من الأكسوجين آتم عشان أحسب المولر ماس منه المول من الكاربون آتم قيمته 12 والمول من الأكسوجين 60 بس أنا عندي 2 مول من الأكسوجين يبقى 60 مولتبلاي 2 يبقى أنا هبتدي عندنا عوض يا أولاد أدي عندك الكاربون بـ 12 بلاس سيكستين بلاس سيكستين أو سيكستين مولتبلاي 2 هتطلع لك عندنا 44 44 أتوميك ماس يونيت لكن إحنا بقى اتفقنا أنه هنعبر بالجرام عشان التعبير بالجرام أقرب للفهم عندنا أو أقرب للاستخدام يبقى 44 جرام دي هي المولر ماس بتاعة الكاربون دايوكسايد طيب أنا مش هيفرق معايا هل الكيميكا الكمبوند بتاعنا آيونيك ولا كوفيلانت ولا إيه بالزبط لكن يهمني في النهاية طريقة التعامل يعني إيه؟ يعني أيا كان طبعا أنا مر علي في المرحلة الإعدادية أنواع البوندات اللي مرت علي كانت خطى حضرتك الكوفيلانت بوند والآيونيك بوند والهايدروجين بوند هنا أنا بناقش أيا كان شكل الكيميكا الكمبوند أو نوع البوند في الكيميكا الكمبوند آيونيك أو كوفيلانت أنا مش فارق معايا ولكن أنا بس عندي إكسبريشن كده مهم كلمة كريستال لاتس شيب إيه الكريستال لاتس شيب دي يا ولاد؟ قالوا حركة ده أنا عندي أي آيونيك كومبوند ربنا سعى تعالى تحاطط الأينز بتاعته في شكل هندسي منتظم بمعنى الأينز مثلا بتاعت السوديام كولرايد ده ليها شكل كريستال شكل الكريستال بتاعت السوديام كولرايد ده عبارة عن ريجولار شيب مليان أينز سوديام and the ions CL negative طب تمام إيبه الكريستال لاتس شيب دي أو الكريستال لاتس فورملا دي دي عندنا مستر فورملا فيها الines بتاعت الكمبوند بتاعتك طب نخش بقى على سؤالنا calculate الماس بتاعت الكالسيام كولرايد طبعا كالسيام كولرايد ده آيونيك يبالوه شكل كريستال وهو حلطه صولد مش مفترض أكتب لك الفورملا بتاعت الكالسيام كولرايد لكن أنا هنا مدي لك الفورملا بتاعتك طب الكالسيام كولرايد الأتومي كويت من الكالسيام مديها لك عندنا 40 الأتومي كويت من الكولرين مديها لك 35.5 خد بالك هنا مش بالضرورة أدي لك القيم في كل مسألة ممكن أكون كتبت هلك كلها مرة واحدة في أول الامتحان سواء كان ورقي أو موجود عندك على التاب ممكن أجمع هلك كلها مرة واحدة يعني هنا أولاد خد بالك لو أنا اديت هلك مرة واحدة في أول الامتحان يبقى حركة تستخدمها في الإجزامبل اللي حريك عايز تستخدمها في طبب بصلي كده حضرتك عايز نحسب المولار ماز بتاعت الكالسيام كولرايد الفورملا بتاعت الكالسيام كولرايد اللي هو CSL2 طب الكمبونة انت بتاعته 1 مول من الكالسيوم مع 2 مول من الCL أتم طب الأتم كويت خلاص هي جيفن قلت لك هدهلك في المسألة أو هدهلك عندنا مستر في أول امتحان طب نخش على طول مباشرة في الحسابات طول حركة مستر عشان أحسب المولر ماس من الكالسيوم كورايد قدي المول من الكالسيوم لو قيمته 40 عدد المول أتم ذي الكالسيوم اللي هي 1 يبقى 40 ملتي بلاي 1 قدي المول من الكورين لو قيمته 35.5 فعدد المول أتمز من الكورين اللي هي 2 هجمع وحسب بالكالكوليتور بتاعي هيطلع لك 111 أتميك ماس يونيت خلاص بقى مباشرة ما تحط ليش أتميك ماس يونيت حط لي عندنا ناشط دايما جرام طب يعني يا مستر لو أنا هدخل المعمل وعايز أحضر أو عايز أستخدم مول من الكالسيوم كورايد يبقى هاوزن بالسنسيتف ديجيوتل بلانس ماس محددة قيمتها 111 جرام لو عايز 2 مولز هتدرب القيمة دي في 2 3 مولز هتدرب القيمة دي في 3 وهكذا يبقى الماس بتاعة الوان مول من الكالسيوم كورايد 111 جرام طيب هو ليه الماس بتاعة الوان مول من الكالسيوم كورايد طلعت تحديدا ب111 جرام تقول مستر حضرتك هو يعني ممكن تجيب لي حاجة زي كده أقولك أطبعا يعني فيه أسئلة جيف ريزون أكيد هتيجي الحراك في الامتحان فيه دياجرامات هتيجي الحراك في الامتحان طب لو جاب لي سؤال جيف ريزون قال لي للمولر ماس بتاعت الكالسيوم كورايد 111 للمولر ماس بتاعت الكالسيوم كاربونيت 100 جرام للمولر ماس بتاعت السوديوم هادروكسايد 40 جرام أفكر إزاي أولاد؟ هتعامل معها كأنها مسألة عادية للمولر ماس بتاعت السوديوم هادروكسايد 40 جرام هقول له مكونات السوديوم هادروكسايد إيه؟ مكونات السوديوم هادروكسايد ملقاتهم من السوديوم ملقاتهم من الأكسوجين ملقاتهم من الهايدوجين طيب الاتوميكويت بتاعت المول اتوم من الصوديوم 23 والاتوميكويت بتاعت المول اتوم من الاكسوجين 60 والاتوميكويت بتاعت الوان مول اتوم من الهايدوجين 1 جرام او وان اتومك ماسيونت جمع هتطلع 40 جرام اه يعني حتى لو جاي لي سؤال جيف ريزون على قصة زيديا للمولر ماس ايكوال كذا اكني بالضبط احل طيب مستر يعني هو انا هجي لي سؤال معتمد اللي انا هنل قلت الحراك مرة واثنين وثلاثة اكيد لا ولكن افهم وشغل دماغك قدر الامكان وتعامل مع نمط السؤال طلبت منك مباشرة ان تحسب لي المولر ماس يبقى دي مسألة مباشرة جات لك مسألة او جات لك اختيارات طلبت منك جيف ريزون ليه المولر ماس بتاعت سالفيوريك اسيد 98 جرام يبقى انا برضو هحسب بس وانا بحسب هقوله خد بالك هقوله بقى التفاصيل بتاعت الشرح طيب مستر انا بتقابلني ازمة وانا بكتب على التاب قولك الازمة دي عشان انت مش متضرب كويس على الكتابة لكن هو الكتابة عنده انتو ما شاء الله في الحاجات التكنولوجية اعلى مننا بمراحل فدي من شاء الله مش هتمثلك مشكلة وخصوصا من وقت الامتحان هيبقى متاح يبقى نرجع لسؤالنا تاني ليه المولر ماس بتاعت السالفيوريك اسيد 98 جرام هقوله سالفيوريك اسيد الكمبونانت بتاعته 2 مول اتم من الهايدروجين مع 1 مول اتم من السلفر مع 4 مول اتمز من الاكسوجين وعوض وتطلع القيمة الرقمية 98 جرام طب حتة مهمة جدا ولات وانا بحث بالمولر ماس هل اهتميت ادي لك الفيزيكال استيت يعني هل اهتميت اقول لك الفيزيكال استيت بتاعت السوديوم هدروكسات صولد او الفيزيكال استيت بتاعت السالفيوريك اسيد اكوال سيليوشن او الفيزيكال استيت بتاعت مثلا سوديوم كربونيت ليكويد ولا فيبر ولا ايا كان هي الفيزيكال استيت بتاعتها ايه تقول لي لا مهتمتش خالص لكن وانا بحث بالمولر ماس رفو عليكم فحالتين اللي هم مين سلفر وفوسفرس لازم لازم الفيزيكالستيت تبقى محددة طب ممكن اسألك هو للمولر ماس متاعت السلفر تعتمد على الفيزيكالستيت للمولر ماس متاعت السلفر تعتمد على الفيزيكالستيت اجابتي المباشرة عشان السلفر في السولدستيت مونواتوميك يبال المولر ماس بتاعته 32 جرام السلفر في الفيبرستيت اكتا اتميك اكتا يعني 8 مول اتم يبال المولر ماس بتاعت السلفر وهو فيبر 32 ملتبلاي 8 وكذلك الفوسفرس يعني المولر ماس بتاعت الفوسفرس تعتمد على الفيزيكالستيت بتاعته وي الفوسفرس هو سولد مونواتوميك يبال المولر ماس بتاعته 31 جرام 31 دي الماز بتاعت الوان مول أتم من الفوسفرس طب وهو فيبر تيترا أتميك تيترا أتميك دي عندنا أولاد يعني أربعة مول أتم يبقى المولر ماز بتاعت الفوسفرس وهو فيبر ثيرتي وان ملتبلاي فورو وتطلع القيمة بالجرام يعني أساسي أعرف أكتب الفورملا مش مهتم بالفيزيكالستيد غير فحالتين فوسفرس أند سالفر دايما هستبدل كلمة الاتوميك بالجرام لسهولة الحل وقيمة اللي انت بتحسبه اللي انت تقدر تستخدمه في تحضير سليوشن زي ما تعلمنا مع بعض يا أولاد طب نبص كده على سؤال كمان سؤال تاني بيقول سيادتك ايه طبعا دي قصة الفيزيكالستيد بتاعت الفوسفرس والسالفر اللي احنا اتفقنا عليها دي معلومة مهمة جدا 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 الفيزيكالستيد مؤسرة في حالتين سالفر أند فوسفرس طبعا في العلم في حالات تاني كتير ولكن شغلي أو شغلي السنية دي معتمد على الإجزامبل بتاع الفوسفرس انا كاتب لحراك بقولك الفوسفرس المولوكيل بتاعته في الجازيستيد تيترا أتوميك يعني أربعة مول أتم وهو في الصولدستيد مونو أتوميك يعني وين مول أتم السالفر دي معلومة مهمة جدا يا أولاد لحضرتك سواء الفوسفرس أو السالفر السالفر مولوكيل في الجازيستيد أو الفيبورستيد هو عبارة عن أكتا أتوميك يعني السيت يعني تمانية مول أتم من السالفر وهو في الصولدستيد بيبعبارة عن مول أتم واحدة طب يجي لك السؤال إزاي؟ السؤالك هيجي لك كالاتي يقولك calculate the molar mass of phosphorus and sulfur في الفيبورستيد phosphorus and sulfur طب يا مستر حراك أنت مديني الفوسفرس المولرمس بتاعته ب31 حراك عايز تحسبه فين؟ قولك عايز تحسبه عندنا في الصولدستيد في الصولدستيد يعني مونو أتميك يعني 31 جرام طيب وفي الفيبورستيد في الصولدستيد سوري كان 31 جرام في الفيبورستيد هو تيترا أتميك يعني 31 ملتبلاي 4 الإجزامبل كان هنا طالب من حضرتك تحسب لي المولرمس بتاعت الفوسفرس وهو صولد والمولرمس بتاعت السالفر بتاعت الفوسفرس عفوا وهو فيبر يبقى هو صولد 31 عشان هو مونو أتميك وهو فيبر أو هو جاز 31 ملتبلاي 4 عشان هو تيترا أتميك نفس القصة لو أنا بتعامل عندنا أولاد لو أنا جبتها لك give reason give reason the molar mass of solid phosphorus مختلف عن المولرمس في الفيبور فوسفرس طبعا أفضل وأنا بجاوب السؤال ده أدعم إجابتي بأرقام وأكيد هكون مدي لك عندنا قيمة الفوسفرس لو أنا محتاج أرقام هادي لك عندنا قيمة الفوسفرس تمام إيه كمان يا أولاد طبعا إجابتي بقى المباشرة هتبقى الفوسفرس وهو فيبر استيت هو تيترا أتميك يعني البي فور واحسب له القيمة بتاعته فور ملتبلاي 31 وهو مونو أتميك هيبقى أو هو صلد هيبقى مونو أتميك طب يا مستر حدودك وأنا قصة حساب المول مهمة ليه ولكن فاندم أي كيميكا الإكويشن ولتكن مثلا أنا عندي ماغنيسيوم مع أكسوجن عشان يطلع ماغنيسيوم أكسايت هل عشان تحضر الماغنيسيوم أكسايت بتاخد أي كمية أكسوجن مع أي كمية ماغنيسيوم تقول لي أكيد لا يا مستر لازم عندنا أكون عارف قيمة محددة عدد مولز محدد من الماغنيسيوم جرامات محددة من الماغنيسيوم عدد مولز محددة من الأكسوجن جرامات محددة من الأكسوجن عشان أقدر أطلع الأكوريت أمونت أوف سابستانس أي يعني حساب المول مهم سواء مهم في الحسابات للتحضرات مهم عندك طبعا أكيد في الامتحان ولكن مهم جدا عندنا ولاد لو سمحت تركز معاه في الجمل أو الهلاك دي يعني أنت بتدس العلم عشان تقدر تستفيد منه وتستخدمه يعني حرج لقاتي إن شاء الله أيا كان مجال تخصصك في المرحلة لبعد كده أي تحضير محتاج كميات مقاسة بدقة يعني أنت بتاخد العلم للاستخدام في المرحلة لبعد كده كل رجاء أن تكون المعلومات اللي خدناها النهاردة أو التدريبات اللي خدناها النهاردة مفيدة للحرج بعد ربنا سواء تعالى على وعد أن إن شاء الله الحلقات القادمة يكون فيها تدريبات أكتر وإن شاء الله نجاوب على كل أسئلاتكم السلام عليكم